موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها تواصل إضراب الأطباء المداومين في المراكز الصحية بنوكشوط لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على تأخر رواتبهم موسيقى الجناح الموالي للبربص في حزب المستقبل يعبر عن استعداده لدخول الحوار السياسي ويدعو الأقطاب السياسية للمشاركة فيه موسيقى ومياه الأمطار تغمر بعض شوارع العاصمة وكشوط ومواطنون يطالبون من جديد بإنشاء صرف صحي للعاصمة موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة يتواصل لليوم الرابع على التوالي الإضراب المفتوح للأطباء المداومين في المستشفيات والمراكز الصحية بنوكشوط احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ ثمانية أشهر وقال المحتجون إنهم سيواصلون الإضراب إلى أن يتم تسديد رواتبهم المتأخرة مؤكدين أن الجهات الرسمية سبق وأن قدمت لهم وعودا بهذا الخصوص لكنها لم تفي بها وفق تعبيرهم نتابع تفاصيل أوفا ضمن هذا التقرير إضراب مفتوح للأطباء المداومين في المراكز الصحية بالعاصمة نوكشوط عن العمل للمطالبة بتسديد رواتبهم المتأخرة ما يزيد على ثمانية أشهر وقال الأطباء المضربون إن الإضراب يستثن الحالات المستعجلة مؤكدين على أنه مفتوح حتى تتحقق المطالب تنقال الإنفرمية وتنقال قرصون دسال وتنقال الأمبولانسية وتنقال الساجفان وتنقال الطاقم الطبي المتكامل في السنتر ونحن هذا النظركات هذا من تشهر نحن نماطلوا برواتبنا شي نقالوا لقرد ولا مرة يقولون أن هذا الرواتب لحقوا البنك ومرة كذا ومرة كذا بالتالي سامنا المرحلة الأولى وضحنا لهم طريق ويقول المضربون إنهم اتبعوا الإجراءات اللازمة للإضراب كما أنهم وجهوا للسلطات المعنية إشعارا بالإضراب قبل الشروع فيه إلا أنها لم تريد ذلك اهتماما حسب تعبيرهم تقعوا بعض من السنتر في الليل يطلعوا فيهم دزين فرمية بينهم دمتسين ويكونسيتو نختاروا ونحضروا المواطنين لدروائي وبنهم يعسوا منها بل يعني أنهم فرمية نحن لا يعطيوا معنا للإضراب ما هو بنكونوا يعطيوا ويكونسيتو وخلصوا من الرواتب ما يراتبوا مقارنة هذه لشمال الأمور اللي لا فائدة منها ويأتي الدولة اللي لا تعرف بأنها ما هي الحل وبحسب المضربين فإن تأثير الرواتب شميل كل العاملين من أطباء وممرضين وعمال سيارات الإسعاف وغيرهم مطالبين السلطات المعنية بتحمل المسؤولية اتجاه العمال ونبه الأطباء إلى أن بعض الممرضين ينتحلون شخصية الطبيب العام بالتغطية على إضرابهم مشيرين إلى ما قد يترتب على ذلك من مخاطر قد تضر بصحة المواطن إلى شأن منفصل حيث عبر رئيس حزب المستقبل محمد والبربص عن استعداده للدخول فيما سماه الحوار السياسي الجادة والنزيه ودعا والبربص في بيان صادر عنه مختلف الأطراف إلى تحكيم الضمير والوطنية للدخول في حوار من شأنه نشر الطمأنينة بين كافة الأطياف لبناء موريتانيا على جسر قوي يتم عبر التحاور مع الآخر لبناء وتجسيد طموحات الشعب والسعي إلى بناء الوطن الجامع الذي يرى فيه الكل نفسه ويحتمي به ومعنا في الستوديو للتعليق على هذا الموضوع الطلبة واللدي الأمين العام لحزب المستقبل أهلا وسهلا إذن دعوتم إلى الحوار السياسي وأبديتم الاستعدادة للدخول فيه حالا ما بنيتم هذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم نحن في حزب المستقبل قناعا مننا أن الحوار هو أرقى وسيلة لحل المشاكل قلنا عنه مستعدين في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان للحوار باننوا على أساس أنه هو الوسيلة الوحيدة التي تخرج موريتاني إذا كانت فيها أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية حلها إلا بطرق السلمية وطرق السلميشني هو الحوار لذا نحن من أول يوم دعينا للحوار لم يكن في المنتدى كنا ندعو للحوار وما زلنا ندعو للحوار وما ديني للحوار الجاد وبدون شروط وبدون أي شرط أو استشراط مسبق قد يطرح وطرف من الأطراف نحل هذه الرواية القائمة طيب أنتم الآن في منطقة برزخية لا أنتم من المنتدى ولا أنتم من الأغلبية من أي الأبواب ستدخلون هذا الحوار هو الحوار نحن دعينا عنه يكون جدا نحن كنا في المنتدى وكنا من دعاة الحوار ومشينا عن المنتدى نتيجة الظروف معينة كانت أن تعصف بحزبنا لذا اجتمعنا وقرر الرئيس محمد البروس رئيس الحزب قرر في مرأة قدام الناس كاملها على مرأة ومسمع الجميع وقال عنه ما دين يد للحوار والحوار هون ما هو مشروطنا كون من معارض أو تكون ميت نحن دازلنا ونقول عنها معارضة يا غير معارضة بناء نحن معارضين يا غير ملشادين لأخبار ومناقشين مع أي طرف سواء كان معارضة أو كان موالد لأننا نعتبر برزاق نحن مواء حزب وطني له امتداده على كافة التراب الوطني ومستعدين للحوار الذي يخلق بين المعارضة وبين الأغلبية ومستعدين له جادين فيه وله حكر عنك تكون إما أن تكون معارضة أو تكون أغلبية تكون غير محاور نحن حزب مقائم على جميع الترابة ومستعدين للحوار وقلناه ومزلنا ماشيين عليهم ومستعدين لهم اليقى الحوار بناء جاد له ينقذ مليتاني ما هي فيه حالي طيب ماذا تعنون بحوار بناء جاد ونزي نعرفوها نكون ما فيه شرط وما نكون أسير شي من الأفكار القديمة البالية المنتهية شي من التشرطات اللي لا مجالها نحن الآن مرحلة جادة نختيره الأغلبية اللي هو الرئيس محمد العزيز قال عنه مستعد الحوار بدون أي شرط ولا في أي محاضر ما في أي محاضر والمعارضة قالت عنه مستعد هذه الحوار بشي من الشرط نحن هنا في حزب المستقبل نختيره هذه القارب وبينه يخلق تفاهم ويخلق حوار جاد وباللي موجود به أرى هو قد يلتحق به حد عارض يلتحق مرحلة مرحلة قبل أن نحن بانينه اللي على أساس عنه هو الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل أو حل حل المشاكل طيب أنتم أبديتم الاستعداد لهذا الحوار وقلتم بالدخول فيه هل توفرت هذه الشروط التي تقولون بضرورة توفرها من أجل أن تدخلوا هذا الحوار؟ هذه الشروط كلمة فضفاضة نحن شفنا ممهدات قدمها من المنتدى وشفنا رد قدمت الأغلبية نحن نرى أن هذه الشروط وهذا الرد أنه قابل للنقاش طيب لنذهب إلى أمور أخرى غير فضفاضة وهي هذه كلمة الجاد والنزيه التي اشترطتم لدخول هذا الحوار هل توفرت من أجل أن تدخلوا فعلا هذا الحوار؟ لا نحن ما قلنا نحن قلنا طالبين حوار في طالبين شرط وبين طالب نحن قلنا نطلب حوار نزيه وشفاف يناقش كافة المشاكل لكن قلتم بدخول هذا الحوار مستعدين لدخوله مستعدين لدخول أي حوار وطني جاد ونزيه جاد ونزيه مع تلكون الأغلبية ويجب كل ينزل والحوار عبارة عنك شحنتين سالبة وموجبة هؤلاء الشحنتين يتلاقع فيما بينهم لإخراج منتوج جديد هو نقال المولي ثاني المستقبل المباطن المولي ثاني الذي على الحقوق وواجبات يأخذهم عليه ويرد ما عليه طيب أنتم ماذا تنتظرون من هذا الحوار؟ ننتظر منه الكثير أن يخرجنا من هذا من كان هناك مازاقنا هؤلاء المازاق الذي يدعي البعض هناك مازاق سجاسي واجتماعي واقتصادي ويقول الآخر عنه ليس بهذه الدرجة لذا نحن كوسطيين كوسطيين نبغي هالي الناس كاملة تجرد من العواطف وتتجرد من الأشياء التي لا تخدمها من الوطن وتدخل في حوار ما اتفقت عليه تنجزه ومدام تتفق عليه قد تؤجله أو تشكله لجان لحله ولا بسه لا ضايرة في لالك أنتم كوسطيين هل ترون بأن هناك مازاق فعلاً أم ماذا؟ نحن لا نرى أن هناك مشاكل مشاكل قديمة وحلها لازم من حلول فيه مشاكل فلطة اجتماعية واقتصادية وسياسية ولا بد لهم من حلول ماذا تتوقعون أن يكون عليه الوضع بعد الحوار السياسي؟ أتوقع وضع حوار ناجح نتائجه كبيرة جداً نتائجه كبيرة النجاح على الحوار وأنا متأكد عنه ينجح ما لا يدخل حد شابه الوضع اليوم يدعوه لا يدخل الحوار وما لا ينتظر لماذا لا ننتظر؟ أنت كنت مربوط رأسك ونحال رأسك لماذا ننتظر الغد؟ نحن جمعنا طاولة وقالنا نناقشوا ونحاوروا بكل ما ما عندنا وكل أحد يدلو بدلو اقفل نشكل لجانه فلنناقش فلنحل المشكلة وأنا الدولة المالية والحمد رايش العمال العزيز قال عنه في الزوالات قال عنه جاد والخوار والرئيس محمد البروس المالي قال عنه ماد يدو الخوار والبيان شلتوا مع مكتبنا التنفيذي يامس يوم الحد المنبذق عن المؤتمر الذي عد الحزب أخيرا الذي انتخبنا فيه كمكتب تنفيذي جديد ومجلس وطني جديد وعدنا بيانه هو اللي طلعت عليه وناشرينه للمواطني وراه جميع منسقياتنا في الداخل اعتراب الوطني ومالي أخرى إذن أشكرك طلبه لدي الأمين العام لحزب المستقبل شكرا جزيلا شكرا جزيلا قال رئيس حزب الصواب والقيادي بكتلة أحزاب المعاهدة من أجل التنوب السلمي عبدالسلام والحرمة قال إن المعاهدة طالبت بتأجيل الحوار السياسي بين المعارضة والنظام المرتقبي في السابع من شهر سبتمبر القادم وأضاف الحرمة خلال مهرجان سياسي نظمه حزب الصواب بمدينة وذيبو أن الهدف من طلب التأجيل هو البحث عن مشاركة أكبر في الحوار منتقدا ما سماها النيات المسبقة لدى البعض من عدم المشاركة خوفا من عدم الالتزام بتطبيق مخرجات الحوار تساقطت كميات من الأمطار من جديد على العاصمة نوكشود حيث غمرت بعض الشوارع الرئيسية في المدينة ما تسبب في عرقلة المرور وأثار امتعاض بعض المواطنين هذا وتتحدث الحكومة الموريتانية من حين لآخر عن جاهزية دراسة خاصة بمشروع الصرف الصحي لمدينة نوكشود ويتوقع أن تبدأ أعماله في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر القادم المزيد من التفاصيل في هذا التقرير وعادة نوكشود لعادتها القديمة بعدما تمطر السماء فالشوارع التي تختال بها العاصمة انتشاء وفرحا سكنتها المياه المتجمعة بفعل المطار وتمكنت كما العادت دائما من قطع الطرق وعرقلة السير أمر تنزل ساكنة ورحمة على أصحاب سيارات الأجرة الذين قاموا بزيادة الأسعار في ظل امتعاض يتكرر دائما من الساكنة لعدم تمكن السلطات من إنقاذ العاصمة وإيجاد صرف صحي وجه نواكشود الحضري يزداد تضررا وسوءا مع كل تساقطات مطارية وإن استسلمت السلطات للصهارجي والوسائل البدائية لشفط المياه وهو أمر لم يرضي المواطنين ترقب لمستقبل العاصمة التي خلت لحد الآن من صرف صحي قد يكون كما يقول المتشائمنا من رابع المستحيلات قال اتحاد حملة الشهادات المقاولين إنه من المتوقع أن تحيل وكالة الجمهورية في ولاية وكشوط الغربية عددا من أعضائه إلى السجن بعد شكوى من طرف صندوق الإداع والتنمية يتهم حملة الشهادات المقاولون المقاولون عفوان الصندوق بالإخلال بالتزاماته وتسليمهم ماكينات لصناعة اللبن لا توافق المواصفات التي وقع عليها بالتراضي المزيد في التقرير التالي الإحالة إلى السجن أسلوب جديد لحل أزمة البطالة ذلك ما قال اتحاد حملة الشهادات المقاولين إن السلطات الملتانية باتت تعتمده منذ أشهر الاتحاد حذر من إحالة قال إنها وشكة لبعض حملة الشهادات المقاولين إلى السجن من طرف وكالة الجمهورية في ولاية وكشوط الغربية بعد شكوى تقدم بها الصندوق الوطني للإداء والتنمية الذي يطالبهم بتسديد تمويلات بعض المشاريع حملة الشهادات المقاولين قالوا في بيان صحفي إن وكالة تشغيل الشباب وصندوق الإداء والتنمية اشترطا للحصول على القروض المالية لصالح العاطلين عن العمل تأسيس شركات لا يقل رأس مال الواحدة منها عن مبلغ مليون أوقيا وهو ما ألجأهم للبحث عن جمع هذه المبالغ غير أن القروض المتمثلة في ماكينات لصناعة اللبن لم تكن موافقة للمواصفات التي وقع عليها التراضي ورفض الصندوق فسخ العقد حسب بيان حملة الشهادات ما جعل مآل هذه المشاريع الفشر الحتمي وكانت الشرطة قد أوقفت قبل أسابيع ولعدة أيام بعض حملة الشهادات بعد شكوى من صندوق الإداء والتنمية إحالة حملة الشهادات العاطلين عن العمل إلى السجن بعد عجزهم عن سداد ديون الصندوق الإداء والتنمية يأتي بعد أشهر قليلة من إطلاق صراح آخر سجناء لإكراه البدني إغرحت جاجات الأهالي ضد القانون المثير للجدل وتعهد وزير العدل السابق بإلغاء هذه العقوبة عقوبة سجن المدين ومعنا في الستوديو محمد سيدي والشيخ محامي حملة الشهادات المقاولين أهلا وسهلا إذن اتحاد حملة الشهادات المقاولين يتوقع إحالة بعض زملائه إلى المحكمة على أي أساس جاء هذا؟ ذكرتم في التقرير بأن الشرطة بعلن قامت بحراسة نظرية لمدة أزيد من أسبوع لحوالي ستة أو خمسة من هؤلاء وأحالتهم إلى وكيل الجمهورية ووكيل الجمهورية يضع على رقابهم سيف إما أن يواقعوا على عقود مشحفة وغير قانونية مع صندوق الإداء والتنمية وإما في المقابل حسب ما يلمح إليه سيحال إلى سيه وأنت كمحامي عن هؤلاء كيف ترى ذلك؟ أرى بأنه أسلوب غريب جدا لأنه أولا صندوق الإداء والتنمية تقدم ركب حقا لكنه أراد به باطل يركب المادة 15 من قانون تحصل دون المصارف القديم الملغى ربما يكون لازال معمول به لأن القانون الآخر لم يشعر حتى الآن لكن الإشكالية هي أن المسؤولية الجنائية على الشخص المعنوي تكون على الأشخاص الذين أساءوا التسيير الذنب الوحيد الذي ارتكبه هؤلاء لم يسيئوا التسيير الذنب الوحيد الذي ارتكبه أنهم يملكون أسهم في الشركات هذه الشركات أقرضت بمرابحة أو تم البيع لها بمرابحة ماكينات خدمتها لمدة شهرين أو ثلاثة وهذه الماكينات درستها يعني على أنها تستمر يستمر عملها عشر سنوات أو تسع سنوات بعد ثلاث أشهر طلبوا منهم فسخ عقد البيع لأن هذه المواصفات ليست التي وقعها التراضي المشكلة الآن ليس هذا المشكلة الآن هو أنهم لا يمكن أن يتابعهم جنائيا حتى إلا إذا تم تصفيد شركات وأثبتت المحكمة التجارية أن هؤلاء الذين كانوا يسيروها أساءوا التسيير هم لم يسيئوا التسيير الذي باعد لهم صندوق الإدعاء والتنمية لا يزال موجودا إذا كان يدعي أنه مرهون لديه عليه أن يقوم بتحقيق الرهن إذا كان يدعي سوء تسيير قاموا به عليه أن يذبت ذلك ويتابع المسؤول عنه أنهم أذنبوا ارتكبوا جريمة لمجرد أنهم شركاء في الشركة هذه الشركة أفلسة عجزة عن تأدية التزاماتها بالأقصاد المشحفة التي عليهم بمبيع البائع تملصة من أن يكون يتحمل العيوب الخفية فيه طيب الآن ما الإجراءات والخطوات القانونية التي ستتخذونها نحن نعرف بأن وكالة الجمهورية غير ليست محكمة وغير مستقلة وكالة الجمهورية قضاء واقف مؤمور وهؤلاء يركبون في صندوق الإدعاء والتنمية أغروهم بأن تمويل صندوق الإدعاء والتنمية للدولة وأنه مؤسسة غير ربحية مثل صندوق الضمان الاجتماعي هذا شيء غريب صندوق الإدعاء والتنمية بنك وضعت فيه دولة أموال من أجل أن يقوم بأعمال مؤسسات المصرفية كلها وليس له ميزة على الأفراد لا يقوم بعقود إدارية ليس له ميزة على الأفراد عندما جئت إلى صندوق الإدعاء والتنمية وجدت المستشار القانوني الأمور لم يطلع عليها نهائيا المدير المكلف بإبرام العقود معنا عقود الصلحة وغيرها على دراية كبيرة بتقنيات العقود لكن عندما نتفق معها على صيغة تذهب بها إلى الجهات الأعلى منها تأتينا في اليوم الغد وعندها رأي آخر بناء على كل ذلك ماذا أنتم فاعلون من النحية القانونية؟ نحن جئنا إلى الإعلام من أجل أن يسمع صوتنا من النحية القانونية من النحية القانونية نعرف بأن وكيل الجمهورية ربما يقوم بتصرف متابعة هؤلاء أو يوحيلهم الاسفجين وهذا انتهاك الحق للإنسان عندما يقوم بذلك فإن هو أمامنا المحكمة سنقدم ما عندنا من وسائل الدفاع أمامها وأيضا سنقوم بدور مناصرة منظمات حق الإنسان في الداخل والخارج عندما يقع انتهاك آخر لحقوق الإنسان غير الذي حصل فإن سنبلغها بالأمر حتى طيب وزير العدل السابق سيدي ولزين كان قد تعهد بإلغاء عقوبة الإكراه البدني التي بموجبها يتم سجن المدينين هل لديك كمحامي معلومات جديدة بخصوص إلغاء هذه العقوبة رسميا من القانون؟ في فرق بين الإكراه البدني والسجن بتهمة ارتكاب جريمة يختلفان السجن بتهمة ارتكاب جريمة هي يقال بأن مصادر الالتزام خمسة العقد شبه العقد الجريمة شبه الجريمة والقانون عندما نتحدث عن الإكراه البدني معنى ذلك أنه صدر حكم سواء من محكمة مدنية أو محكمة جنائية على شخص بإلزامه بدفع مبلغ معين بغض النظر عن العقوبة الجنائية التي حكم عليها أو أنه أبرم عقدا موثقا أمام موثق وأن هذا العقد حلية بالصيغة التنفيذية وأصبح نافذ وأن المحكمة المختصة أمرت بحبسه في الإكراه البدني الإكراه البدني عقوبة ألغيت ربما في دول أوروبا لأنه لا توجد معاملة بين اذنين إلا وشركة التأمين وسيط فيها بالتالي ليست الالتزامات مضاحة عندنا ربما لا توجد أما الواقع التي أمامنا فلا تتعلق نهاية بالإكراه البدني هؤلاء يريدون أن يتجاوزوا الشخص المعنوي للشركة هؤلاء موكلي مجرد مساهمون في شركات قالوا هم بأنهم ضامنون على الشركات لم يذبطوا ذلك ليس هناك عقد ليس هناك شيء يذبط هذا الضمان هم لم يذبطوا سوء التسيير الذي ينبغي أن يقام به حاليا لو كان لهم فريق قانوني يقوم بدوره هو أن يقوموا بطلب تحقيق الرهنيات تماما محكمة تجارية وبطلب تصفية الشركات التي عيزت عندما يوصفوا الشركات وإذا كان هناك سوء تسيير يتابعوا سيئة التسيير ويغرم إذا لم يكن هناك سوء تسيير فانفضت الشركة وانقضت التزامات ولأنها شركة ذات مسؤولية محدودة إذن أشكرك محمد سيدي والشيخ محمي حملت الشهادات المقاولين شكرا رياضيا اختتمت في العاصمة وكشوط منافسات بطولة نسخة ثانية من كأس رئيس الجمهورية للكرة الحديدية بمشاركة عشرات الفرق تمثل ثماني ولايات داخلية إضافة إلى ولايات واكشوط الثلاث نتابع المزيد من التفاصيل ضمن هذا التقرير يوما كان كافيين لاختتام بطولة كأس رئيس الجمهورية للكرة الحديدية هذا العام فريق أسيكنا كان المتوج الأول عن فيئة الكبار ما فوق ثمانية وأربعين عاما فيما تويج نادي تفرغ زين صاحب الألقاب عن فيئة الشباب المشاركة في البطولة تحت ثمانية وأربعين عاما القائمون على نسخة هذه السنة من بطولة كأس رئيس الجمهورية للكرة الحديدية أشادوا بالمستوى الذي جرت فيه البطولة التي أصبحت تشكل ملتقا رئيسيا للاعب الكرة الحديدية في موريتانيا خلصنا إلى نهايتها الآن فاز فيها من فاز وخسر فيها من خسر ولكن الرياضة كانت رابح ربح كل الرياضيين اللقاء كان وديا لقاءات كانت وديا وحميمية أيضا لأنه لقاء أسري فرصة كانت لكل الرياضيين الموريتانيين كما اشتهدت البطولة هذه السنة ظهور وجه نسائي جديد يتمثل في الفتاة أسمى التي لا تزال في عقدها الثاني فهي مرست لعبة الكرة الحديدية كهواية ورثتها عن أبيها بعد أن كسرت حاجز نظرة المجتمع لها عندي ليس من السباب لأنه كامل خصوصاً أبوه هو المعلم من الكرة الحديدية وهو دائماً يدعمني في الكرة الحديدية لأنه لاعب أصلاً في الكرة الحديدية كلام الناس وصلاً قاع ما قطش زعجني كش من كلام الناس بهذا ما عندي داخل ذاك وسط الضيق اللي الناس كاتم علي أنه ما يلتعدل وجوه جديدة ظهرت خلال النسخة الثانية من بطولة كأس رئيس الجمهورية للكرة الحديدية ومنها من حالفه الحظ في إحراز لقب البطولة صحبة فريقه شعوري بالفوز بهذا كيس كأس رئيس بمعازة خاصة أنا ما قطع فست بي نسخة ثانية نسخة اللولة برديتان دمي فينال نسخة فستانة بي مع نادي تفرق زينا شعور ضيب أنا فرحان لتختتم بذلك نسخة هذا العام من البطولة وتعود لعبة الكرة الحديدية في موريتانيا لمربع البداية الذي يعني لها التوقف الجزئية وانتظار موعد آخر إلى هنا مشاهدنا الكرام نصل نهايتا هذه النسرة وقد تابعتم فيها تواصل إضراب الأطباء المداومين في المراكز الصحية بنوكشود لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على تأخر رواتبهم الجناح الموالي لولبوربس في حزب المستقبل يعبر عن استعداده لدخول الحوار السياسي ويدعو الأطباء السياسية للمشاركة فيه ومياه الأمطار تغمر بعض شوارع العاصمة وكشود ومواطنون يطالبون من جديد بإنشاء صرف صحي للعاصمة يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذه النسرة وغيرها من نشراتي وبرامج القناة تعبر صفحتنا على الفيسبوك اللاهرة على الشاشة ثمتم في أمان اشتركوا في القناة